أطلق المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي القافلة الجهوية لريادة الأعمال قصد تقريب العرض المقاولاتي الجهوي من التجمعات المنحدرة بالعالم القروي وستتواصل هذه المبادرة السوسي اقتصادية إلى غاية فاتح غشتة المقبل حيث ستحط الرحال على مدى 24 يوماً بحوالي 24 جماعة تابعة لعمالة وأقالم الجهة هذه القافلة هي قافلة تحسيسية بالدرجة الأولى للتواصل مع الشباب في العالم القروي والنساء اللي يمكن يكون عندهم أفكار ويكونوا حاملين المشاريع ونحن عارفين التراوات البشرية اللي كتزخر بها القرى دينا والعالم القروي في المغرب والمؤهلات الكبيرة اللي كاينة إذن الفكرة دي لهاد القافلة هي أولاً تواصل مع الشباب بتعريف باليزافة اللي كاينة اليوم دي المواكبة ودي الدعم المقاولاتي هذه القافلة ستحول بكل من عمالة مراكش وأقالم اليوسفية وأسفي والصويرا وششاوة والحوز وقلعة سراغنا وارحمنا وذلك بهدف تشجيع العمل المقاولاتي وتقديم عروض التمويل والبرامج المتاحة للمواكبة سوف يتقديم وتقريب الخدمات العمومية للتشغيل فيما يخص وخاصة المتاحة المرتبطة بشيقية سواء تعلق الأمر بالعمل المأجور أو عام أو تشجيع المبادرة وخلق المقاولة في هذا الإطار سوف يتم برمجة المجموعة من الأنشطة وبرمجة المجموعة الوراشات اللي غاتتخص مجموعة الفئة دي الشباب اللي حتى الآن ربما ما كانش كيوصل اليوم الخدمات العمومية للتشغيل اللي يمكنهم كلهم توصلوا بهذه الخدمات العمومية للتشغيل بما يتيح إمكانية تطوير قدرات تشغيلهم قدرات الولوج للسوق للتشغيل وكذلك قدرات فيما يخص خلق المقاولة وتندرج هذه القافلة في إطار الاستراتيجية الوطنية لإقلاع الاستثمار ودعم المقاولات المغربية وكذا تنزيل الشراكة بين ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات